السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معي في فيديو جديد تمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتو ما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم البنات رجعت لكم بروتين جديد وطلبية جديدة فهد الكوموند هادي كنت عندي فيها حلوة ديالتمر وبغيت نشاركها معاكم هاد الحلوة هادي كيحمقوا عليها الكليين ديالي وبغيت نشاركها معاكم كتجي زوينة بزاف لف شكل ديالها ولف الماداك كتجيه شيشة ومعلقة كتجي زوينة بزاف نتمنى تجربوها وتعجبوكم ونتمنى باش تعاونوني بلايك وتبرتجيو الفيديو مع الأهل والأصدقاء وما تنسوش تكملوا الفيديو حتى الأخير باش شوفوا معايا جميع المراحيل باش غادي نصاوب هاد الحلوة ديالتمرو تشوفوا معايا حتى التمن باش كنخرجها غادي ندوز معاكم المقادير بسم الله على بركتي الله بالنسبة في المقادير عندي هنا ميتين وخمسين جرام ديالزبدة بطيسور بالنسبة للزبدة اي نوعية كانت عندكم تقدروا تستعملوها تستعملو بطيسور او زبدة ديال البواطة ولا زبدة ديالسونطرة اللي كانت عندكم تقدروا تستعملوها عندي كاس ديالسكر حبيباس معبور بكاس العنبة فوتوا في فتحانة حتى ارجع بحل سكر غلاسي عندي نص كاس ديال العنبة ديال ماء الزهر وعندي كاس ديال العنبة ديال زيت نباتية دايما اللي عبار كن عبر بكاس العنبة عندي واحدة رشة ديال الملح ضروري من الحلواء كنديرو فيها واحدة رشيشة ديال الملحة بالنسبة هده هم المكونات اللي غادي نحتاج في هاد العجينة هادي عندي هنا يدقيق تكون نوعية مزيانة ويكون دقيق مغربل بالنسبة لهد العجينة اللي غادي نحضر معاكم ما كنديرش فيها البيض وما كنديرش فيها الخمارة هو المكون المكونات التي سنحتاج في هذه العجينة قبيسة الملح حتى نقطع الزبدة بالنسبة 여전ная بردة ضروري ما تقطعو الزبدة ديالكم بالموس باش تتاعدكم في الخدمة في الساعة تخدموها بعد ما قطعت الزبدة ديالي غادي ندير هنا هي كاس ديال السكر اللي تحنته في فتحانة وغادي نخدم مزيان مزيان ديك الزبدة مع السكر مع قبيصة ديال الملح غادي نخدمها مزيان مزيان حتى تخدم لي هاد الزبدة مع السكر وترجع على شكل كريمة غادي نخدم مزيان مزيان هاد الزبدة مع السكر وقبيصة ديال الملح غادي نخدمهم مزيان مزيان حتى تخدم لي الزبدة مزيان ودخل لي مع السكر غادي نطف هنا يا كاس ديال الزيت مع بور بكاس العنبة بنسبة الزيت زيت نباتية غادي ندخلها مزيان مزيان مع الزبدة وصكر اللي كنت دياله في الأول غادي نخدم ديك الزيت مزيان مزيان ضروري ما تخدمو الزيت مع الزبدة مزيان مزيان حتى يرجع لكم الخالط على شكل كريمة باش جيكم هاد الحلوة زوينا اشتركوا في القناة نضيف دقيق قليلا بشوية كما اجتو معي بالنسبة للعجينة كما اجتو معي لا نجمعها و لا نجمعها ضروري تجمعها و تضيفوا الدقيق و تجمعوا العجينة لا تدركوها و لا تدركوها كما اجتو معي اجتو معي سوف نبقى اللي صفيرها تجمعها بالنسبة للعجينة شقها و لا تدركوها جالي كما اجتو معي كتبقها ارطبة كتبقها على هذه الطريقة سوف ندر العجينة في السلوف سوف نتحركها ترتح واحد شوية سوف نحضر معكم العقدة للتمر عندي 300 قرام للتمر بالنسبة للتمر نوعة يأتي تستعملون عندي هنا معلقة كبيرة ديال الزبدة وعندي معلقة صغيرة ديال القرفة عندي زوج معلقة ديال الجلجلان حمرتهم في الفران وعندي واحد زوج معلقة كبار ديال ماء الزهر بالنسبة هذه المكونات اللي غادي نحتاج في العقدة ديال التمر عندي هنا يا 300 قرم ديال التمر كما ذكرت معاكم زيت عليهم زوج معلقة كبار ديال الزلجلان وزيت معلقة صغيرة ديال القرفة وزيت معلقة كبيرة ديال الزبدة نجمع هذا العقدة التمر على هذا الطريق نجمع هذا العقدة التمر على هذا الطريق نجمع هذا العقدة التمر نجمع هذا العقدة التمر ستي مستمر على هذه الطريقة لما نجمع ا избير مقبول نجمع هذا العقدة التمر ومسكين عنها لديك المرشم احتاج شكل عظيم ونبليت بالنسبة لكم أي مرشم كان عندكم المعمول تقدرو تستعمله على المرشم في هذه المرشم ونستعمله كما انا قمت بسطوء وكان نبلي وكان نبلي في الوسط وكان نبلي عليها لعجين على هذه الطريقة هادي. وكان مقى نحرب. نحربله عذلك الكورة. بقى نحربلها مزيان مزيان. نبلع على ذلك التمر باش ما يخرج ليش. على هالطريقة هادي كم مشتم معييرها طريقة سهلة ووضحة. كان بسط العجين ما بيلي يدين ديا ولي. وكان هز واحد الكورة ديال التمر على هالطريقة هادي. وكان مقى نبلع لها بالعجين باش ذك التمر ما يبقى شيبان. وكان هز آه دعوني مرشم ستجعله مرشم ستجعله مرشم ستجعله بطريق ستجعله 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 بالنسبة لفران لا تجعله مدخل اسم السيطة ستجعله ستجعله وضع الملح ستجعله و الاحثم ستجعله ستجعله الملح ضروري طيب طيب غي تدهبوهم الحلوة ديال التمر ما كتبغيش تحمر بزاف غي يدهبوها على هالطريقة هادي بعد ما طابتلي الحلوة ديالي غادي نديرها في سكر غلاسي بالنسبة للحلوة ضروري خصكم تخليوها تبرد ما شي تجبدوها من الفران و تديروها في سكر غلاسي غادي الشكل ديالها يضيع و ما تبقاش ما يبقاش لمنظر ديالها زويل خليو الحلوة ديالكم طيبوها و خليوا الحلوة ديالكم تبرد مزيان مزيان عدريوها في سكر غلاسي التحدث هنا كي ماشيتوا معايه من طيب الحلوة ديالي خليتها ارتاح تحيتها بردت و كان مقا نزيينها هنا يبس كر غلاسي على هالطريقة ه했어요 كان مقا نزيينها مزيان مزيان الثامن فسكر غلاسي الان وARE رضعة الأيضauth متح劣ة طريقة هذي كان singing نضيف سكور جلاسي ونضيف سكور جلاسي ونضيف سكور جلاسي وإلى كان فيها زيادة سكور جلاسي نضيف سكور جلاسي نضيف سكور جلاسي ونريد معكم بعد مسألة الحلوة الطمر نتمنى تعجبكم ونجربها تجرس في المذم ونضيف ستجربها ونضيف سكور جلاسي في كل مصفف جلاسي ونضيف سعيدة نضيف سكور جلاسي ونضيف سمحل جلاسي فيديو نضيف حلوة الناسي نتمنى التعليم نضيف ثم نضيف وناسي وارتجيوا الفيديو مع الأهل الأصدقاء وبسلام عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله